بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد إنك بالواد المقدس طوا وأنا أخطرتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقمي الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ترجمة نانسي قنقر